ثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجدداً قاذفاً الحمم والرماد في جواتيمالا ما أجبر السلطات على إغلاق أكبر مطارات البلاد إضافة إلى طريق سريع وتدفقت الصخور المنصهرة على منحدرات بركان فويغو وقذف الرماد في السماء وأعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق مطار لا أورارا الدولي الذي يقع على بعد ستة كيلومترات جنوب العاصمة بشكل مؤقت اشتركوا في القناة